لطالما كانت قناة الجزيرة القطرية منبرا لبث الأكاذيب وصوتا للإهابيين في كل دول العالمة القناة الفضائية التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي ارتبطت في ذهن المتابعة بأنها صوت التطرف ومنبر من ذريه ورغم أنها رفعت شعارا اسمه الرأي والرأي الآخر منذ انطلاقها إلى أن الواقع أثبت أنها لا تشاهد إلا رأيا واحدا وهو رأي الإرهاب فعلا وليس قولا هكذا انتهجت قطر سياسة دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة من خلال ضخ أموال للجماعات الإرهابية وفتح قناة الجزيرة لتكون النافذة الإعلامية لهم والتي طالما لعبت دورا نشبوها في دعم التنظيمات الإرهابية فمن خلال رصد لما تبثه القناة القطرية طيلة الفترة الماضية سنجد أنها منحت القيادات الإرهابية مساحات كبيرة سواء في اللقاءات التلفزيونية أو المداخلات الهاتفية فضلا عن أنها تسعى دائما للتحريض على العنف المسلح وتبريره وإثارة النعرات الطائفية ونزاعات الانقسام بين الأقليات والطوائف وتدهي فقط أنها منبر للإعلام المحايد والمهني ولكن أين قناة الجزيرة اليوم من تطورات العلاقات بين الدول العربية والدوحة في أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسية معها الجزيرة ومنذ انطلاقتها الأولى تمكنت من إجراء مقابلة مطولة مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان والترويج لفكر تنظيم القاعدة وبث رسالة مبطنة تحض الشباب العربية على السفر للقتال في أفغانستان كما أنها شاركت في حرب إعلامية نفسية ضد العراق وجيشه خلال الغزو الأمريكي منتهزة توقف الإذاعة والتلفزيون في بغداد لتدمير معنويات جنود الجيش ومع اندلاع الثورات الربيع العربي كانت الجزيرة أولى من تبنى تحركات الجماعات الإرهابية في الدول العربية وأبرزت تلك الجماعات على أنهم ثوار ومقاومة شرعية ومع الشررة الأولى للأحداث الليبية في 2011 لم تكتفي الجزيرة بالتغطية الإعلامية الداعمة لشخصيات الليبية متضرفة بل شارك ضباط من المخابرات القطرية في العمليات العسكرية وظهروا برفقة عبد الحكيم بالحاق أمير الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا ولم تسلم سوريا من جرائم قناة الجزيرة القطرية لتعزيزها دور الجماعات الإرهابية هناك والمدعومة من النظام القطري وذلك عبر تخصيص مساحات كبيرة لقادة الجماعات على شاشتها وأبرزها عدة لقاءات مع أمير جبهة النصرة أبو محمد الجولاني وغيره وكعادتها تظل قناة الجزيرة القطرية مصدر الترويج ونشر الأكاذيب أو الأخبار ذات الطابع الدموي العنيف لعمليات داعش وبث أفكارهم بشكل كامل وهو ما برز خلال حرصها على بث كلمة أبو محمد العدناني المتحدث الرسمي باسم داعش خلال إعلانه قيام ما يسمى بدولة الخلافة المزعومة